النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا في ملحب البلد حطت عنوان عريض النهاردة عشان كل اللي بيتابعنا الاندية الشعبية الى اين انا لست ضد اندية الشركات او الاندية الخاصة على عين وراسل وعملوا اثراء كبير جدا 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 لكرة القدم في مصر وبيقدموا للمنتخبات اسماء عديدة لكن انا دوري ان انا احافظ على الاندية الشعبية على ملح كرة القدم على الاندية اللي وراها ملايين دور ممتاز اهل زمالك معروفين بجماهيرهم في مصر الوطة العربي تحدث سكنداري سيد البلد حدث ولا حرج ناس بتعشق وتتنفس كرة في الدرويش الكرة المصرية في الإسماعيلي وايضا في المصري بورسعيدي وخط القناة بالكامل ناس عشق الكرة وحب الكرة وبتنفسه كرة غزل المحلة بجماهيرها العريضة اسوان زهرة الجنوب ده الاندية الشعبية اللي موجودة في الدور العام شوفوا حضراتكو في مبارياتها الجماهير بتبقى عاملة ازاي في القسم الثاني انت عندك اندية المحافظات هي الاندية الجماهرية المنصورة بتاريخ الكبير اللي قدمت لمنتخبات مصر على مر العصور اسماء يعني سطرت في تاريخ كرة القدم صفحات مضيئة بتكلم في بلدية المحلة بجماهير العريضة بتكلم في طنطة بتكلم في جمهورية شبين اللي كل اسبوع بتدينا مثال لانكار الذات وبتدينا مثال لالاندية الشعبية عن حق بتكلم في الحمام بتكلم في المطروح بتكلم في الرجاء بتكلم في ضمنهور مش عاوز اسيب حد يعني في كرنس في بنعبيت في نابرو كل الاندية اللي بتمثل المركز والمحافظات بتكلم بقى في انا بتكلم في بنسويب بتكلم في سوهاج الاندية فيه الاندية اندثرت الشرقية اللي في القسم التالت مش عارفة تصعد للقسم التاني سوهاج سوهاج زي ما بقول لحضراتكم انا زي ما بقول لحضراتكم فين بنسويب فين النازل راحت فين نزلت قسم تالت فالنهاردة لازم يبقى عندي حالة من الاستنفار الاندية الشعبية إلى أين ازاي نقدر نقف جنب اللي عندها الشعبية مش هقول اللي انا اقف جنبها اللي انا ادعمها بالفلوس لا ازاي اللي انا وقفة على رجلها يبقى عندها استثمارات ازاي ما هو معوج داخل قانون الاستثمار الرياضي اعدله وصوبه ازاي وقف الاندية دي على رجلها منتخب السويس ترسانة الاوليمبي اللي فاز بالدور العام والترسانة اللي فاز بالدور العام فين حتى ومنتخب السويس فين حتى فلا لازم يبقى فيه وقفة المريخ البرسعيد وغيره مش عاوز اقول حد وانسى حد وما حدش يزعى مني لو نسيت لكن فعلى مدار الحالة حنصفين ومعايا النهاردة اتنين من الشخصيات اللي بتحظى بمحبة واحترام الجميع لانهما أصحاب فكر وحتبقى فيه إثراء في حالة النهاردة معايا كابت الناصر الشازلي السباح العالمي ورئيس النادي الأوليمبي السكندري الفريق اللي فاز بالدور العام خارج القهارة مع غز المحلة الفريق أو النادي اللي دائما فيه المحافلة الدولية وفي الأولمبيات بيسطر تاريخ مصر الأوليمبي من خلال نادي الأوليمبي دائما ميديليات مصر الأوليمبي بتلاقيها جزء كبير جدا من النادي الأوليمبي السكندري ومعايا أيضا الدكتور مكرم ردوان رئيس نادي بن عبيد والنائب البرلماني وطبعا شقيق الراحل العظيم رحمة الله عليه الدكتور هرمس رضوان والتنين أصحاب فكر هنتكلم في القوانين هنتكلم إزاي نعدل في قانون الاستثمار إزاي الأندية الشعبية وحيبقى لي مداخلات من شبين ومن منتخب السويس ومن كل مكان إن النهاردة عاوز أشوف لإن أنا لما يجي أشوف هطبق دور المحترفين السنة الجاية ألاقي المجموعة الثالثة خذوها واحدة واحدة ألاقي المجموعة الأولى أنا عندي هيصعد الأول لدور الممتاز ثاني وثالث ورابع وخمس هيبقى موجودين في دور المحترفين والثالث من كل مجموعة من الثالث مجموعة هاخد منهم اتنين ألاقي لفينة نموذج الاستثمار الصح مع الحاجة محمود الأسود وأنا مش جد الاستثمار ده أنا حاجة زي ده يدف إيد الأندية الشعبية عشان نقدر نرجع الأندية الشعبية ألاقي الجونة ألاقي بترول الأسود النصر التعدين مصر مقصة كيمة أسود كلها أنديت شركات أول نادي المركز السابع المانيا يليه الألمونيو مليئة أسمنة أسود كلها أنديت شركات ومؤسسات مع كامل الاحترام فالخمسة اللي حيبهم موجودين من المجموعة دي أو الستة حيبوا كلهم أنديت شركات أدي مجموعة المجموعة التانية زد مركز الأول شركات سكر حديد مؤسسات ودي دجلة شركات القناة شركات باتروجيت شركات الاتصالات شركات السابع منتخب السويس ويا ليه الترسانة أده أول ناديين شعبيين منتخب السويس والترسانة في المركز الثالث والمركز السابع يعني لو دخل حدي فيهم نبوس إيدينا والشبضاء يبقى على الأل خمسة برضو هيبقوا موجودين في دول المحترفين هنا المجموعة الوحيدة اللي حتلاقيها عندها شعبية هي المجموعة الثالثة خلاف نادي حيبقى موجود أو ناديين عندك بلدية المحلة في المركز الأول نادي العريق المحترم بجمهيره العريضة معاه طنطة بنفس الرصيد الثالث أبويل للأسمرة شركات جمهورية شبين دي كيرنس كافر الشيخ وفي السابع بروكسي وبعد كده يجي المنصورة ويجي الأولمبي والحمام فمع اللي نزلين من الدور الممتاز حلاقي دور المحترفين السنة الجاية 95% منه أو 90% أندية شركات ومؤسسات بخلاف أربع أندية ولو كتارت خلص هتبقى خمسة أندية من 20 نادي هم اللي بيمثلوا الأندية الشعبية لا يبقى في حاجة غلط في حاجة غلط عشان كده لازم من النهاردة أفتح الملف على مدار حلقات عديدة كيف ندمج أندية الشركات مع المؤسسات مع الأندية الشعبية كي نعيد طريق الأندية الشعبية اللي هي ملح كرة القدم اللي هي روح كرة القدم أنا ببقى سعيد لما بلاقي جماهير المنصورة وبلادية المحلة في الدور الدرجة الثانية وبلاقي جمهورية شبين وبلاقي طنطة وبلاقي الحمام وبلاقي الأندية دي كلها بلاقي الترسانة وبلاقي المنتخب السويس ببقى سعيد بالجماهير اللي بتاعش أكرة القدم فلازم يبقى فيه حل حنبتدي نتناقش في هذا الأمر بالتفصيل النهاردة مع ضيفي الكريمي لكن قبل ما حتك